عودناكم ككل حلقة في هجوم معاكس نستضيف أبرز الشخصيات التي سنعت أو تصنعوا الحدث في المجال الرياضي بشكل عام أو في كرة القدم أيضا خصيصا اليوم نستضيف شخصية رياضية كانت قد ترأست نادي اتحاد بسكرة في فترة سابقة وأيضا ترأس رائد القبة وكان عضوا في إدارة شباب الوزداد جمال ناسيب مساء الخير مساء الخير أخونا حكيم أهلا وسهلا أهلا وسهلا نحن طبعا لا نعرف وإنما نستعد باستضافة أبرز الشخصيات للحديث على الأقل عن واقع كرة القدم والرياضة بشكل عام ونتحدث أيضا عن اليوم خصيصا عن اتحاد بسكرة ربما بشكل كبير مستفيد وأيضا على كرة القدم في الجنوب التي تعرف الكثير ربما من التراجع إن كان تقدما وإذا صح التعبير في فترة سابقة جمال ناسيب أبدأوا من النهاية سمحني خليني نبدأ من النهاية جمعية انتخابية مؤخرا لم منشعف إذا سميتها فشل أو خيبة أمل بالنسبة لكم لم تفوزوا برئاسة الاتحاد بسكرة رغم أنه الكثير كان يرى بأنه جمال ناسيب سيرأس هذا النادي خلفا لحوحو الذي استقال ولكن في النهاية حصلت على ثمانية عشر صوتا من بين 22 صوت من الذي حدث بالضبط؟ والله تلك اليوم كان يوم جميل جدا وأنا أقول لأنصار الاتحاد بسكرة وإلى أهل وأهل الاتحاد بسكرة من هذا المنصب من هذا المكان أقول أشكرهم على التزكية لمنحوها إلي أستاذير أعطوني دعموني إلى آخر دقيقة واجتهدوا والشارع البسكري وكرد القدم البسكرية من صغير إلى كبير من مرأة إلى شيخ كلهم كانوا يدعموا في جمال ناسيب أما الصندوق فإنه صندوق يحتوي على أربعين صوت ونشكر كل رؤساء الفروع بالمناسبة هذه نشكر كل رؤساء الفروع اللي دعموا جمال ناسيب حتى الساعة الواحدة ونصف ليلا صبيحة الانتخابات صبيحة يوم السبت كانت 99% صوت لجمال ناسيب وأنا أقول أنني فز بـ 18 نقطة وخسارة لإتحاد بسكري لأنني أنا جئت وحبيت ولما استدعتني استدعوني أولاد البلاد أستدر أولاد بسكري كلاعب كأنسين جوار كأنسين برزيدون في اليوز بسكري بس نزيد المزيد بس نجيب حاجة جديدة ونحو الغبار على اتحاد بسكري لكن فجئنا بالصندوق وتتعرف الصندوق يا أخو يا حاكم كان صندوق هذا كان في الشارع كنا رأنا فزنا أنا نعطي لك الساعة الواحدة بالليل 99% فاصل 99% أنا فائز حتى نروح بعيد حتى شيخ حوحو علي حوحو في يوم ما استضفني ولما كني وجد في الاستقالة في المكتب مع النائب سيهوبيدي قالوا لي نعطوك الفرع نعطوك الفرع ونبقا ونحن في الرئاسة قلت له أنا لا يش جيت للفرع أنا جيت نسجم إدارة جيت نسجم فريق زيت نهيك الفريق ما جيتش غير للفرع اختراكين فروع كثيرة رام مرضى كنت قادر تقبل سي جمال ناسين تقبل برئاسة الفرع على الأقل يكون الشي مضمون عكس الآن لأنك مديت لا فرع ولا الشركة بشكل عام والله حاجة المضمونة لديتها قبل ما كانش عندي العضوية في الجمعية العامة الشي الجميل أنا مشيت منهم واحدة واحدة خطرة باش نجي في بسكرة وتمحي ناس وتدخل في جمعية عامة موج بالأمر سهل احنا كلاعبين قداما وكا ديزونسين ديريجون ديزونسين في الكلوب اليوز بسكرة لما تعدى شهود لأنه فريق هذا فريق ما تنساش عبي بالمهدي رحمه الله وفريق عريق عطى 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 لعبين كبار وش تسميها سي جمال ناسيب وش تسمي خيبة أمل فشل لأنه 18 صوت من بين 22 صوت فاز بها سيساعه اللي الآن رأيها رئيس الستحاد بسكرة قلت لي أنه الشهر 90% فصل 99% ولكن في النهاية الآن يحتكم للسندوق ماذا حدث يعني كانت الأمور القانونية في رايك في السندوق لعبوا لعبتهم نستطيع في السندوق حتى كين 6 أو 7 خطأنا طلبت أنا الآن طلبت بالتقارير الآن ما وصلني أنا ضمون ديتلوم يعطوني لبيفي دولاريون خطأنا رحنا أخذ إجراءات أو حد أخرى خطأنا الجمعية عندها قوانين كين إجراءات ما صارتش في الجمعية العامة وبالمناسبة هذه حبيت أشكر فقط شي جميل لأول مرة الجمعية عامة تقوم في احترافية نقوله احترافية بين قوسين لأنهم كين ثغارات والثغارات هذه ما نيش حبي نتكلم عنهم الآن سمحني على المقاطعة الآن يبدو لي أنك متناقض في بعض الحال في بعض النقاط على الأقل منها تقول لي أنه فيه 99% شارع صوت عليك تقول لي أنه احترافية وجمعية كانت مميزة ناس أيضا محترمين من جهة أنه تقول لي السندوق كان فيه وحبيت تقول لي وكأنه فيه تزوير لا ما فهمت هذه الأمور شوف ما كيرت تزوير لا حاشا احنا ما زورناش والجمعية مشات أني حكي لك رؤاسة الفروع رؤاسة الفروع لما احتكيت معهم أنا رؤاسة الفروع جلست معهم وتكلمنا أنا كنت نخدم شهرين وأنا نخدم وجدت حتى الفريق كورة القدم ونصبت لجنة تقنية وتصلنا بـ 45 لعب سأتيك إلى هذه المفتاح بالنسبة الجمعية العامة في حدود ساعة الواحدة بالليل أنا نقول لك أنا كان عندي صوت كامل تعلق الفروع كانت عندك ضمانات من ناس من ناس تعلق الفروع الفروع حسب البرنامج أنا أعطيت لهم برنامج أنا كنت احترافي أنا كلمت رؤسة الفروع ودرت في اجتماع معهم في الفندق تاعي ببسكرة نعم واجلسنا قلت له ما تنتخبوش على جمع النسيب انتخبوا على برنامج هاو البرنامج اللي تنتخبو عليه لفائدة من لفائدة اتحاد بسكرة موش لفائدة جمع النسيب إذن عدم انتخابك ماذا تسميه يعني عدم ترأسك اتحاد بسكرة حاليا وتتقل لي انتخاب ساعو ماذا حدث انا بالمناسبة اشكر كذلك اخونا ساعو ابراهيم ونتمنى له كل النجاح انا نتمنى بلك ما يكونش العكس لان حسب الشو يصني الفريق الان مزال الان مزالوا في في سراعات راحوا للسندوق اختار صندوق ابراهيم ساعو انا نقول كين خلل خلل في السندوق لا خلل في السندوق لانني انا كيف اعضاء الجمعية عليش قلت لك انا راني كسبت انا كسبت ما كانت عندي العضوية كسبت العضوية في الجمعية الان راني عضو في الجمعية كلامي نقدر نتكلم على الجمعية العامة عندي الحق باش نتكلم على الجمعية اني ما كانت عندي العضوية هذه واضح وثانيا لما دخلنا وكسبنا العضوية رحنا للسندوق للسندوق دونك ناس دخلوا انتخبوا بالوكالة تشوف رم ما تشوف الانسان ذكي يشوف 18 صوت 22 صوت لكن قانونيا تقدر يكون بالوكالة بالوكالة لا لا كيناو شيخيانة أنا نقولها اليوم في المباشرة انسان شفاف يعرفوني جمال ناسيب ما عنديش فكر شي يتبن أنا شفاف أنا وياك حكيم جالسين حتى الاحداعش تعليل وقاعدين ونتكلموا على البرنامج وتقول لي بكرة أنا سنصوت جمال ناسيب على صالح اتحاد بسكرة نحوسوا نجاح اتحاد بسكرة اليد في اليد لنجاح اتحاد بسكرة ما نيش ضد ساعه إبراهيم أنا عندي برنامج في الأخير لما نشوف ناس مثلا ناخذ النائب العام نعرفه كي الناس نعرفهم راحوا راحوا نصوت واحد اخر عرفت باللي الأصوات تاعلي اخطره أنا درت حصيلة وتكلمت وحتى قلت لهم قلت لهم مبارك الله فيكم اللي صوت عليا نشكره وليما صوتش عليا كذلك نشكره لأنني نعرف الناس هذين كيفها تبدلت أنا نقول فقط أخويا حكيم أنا الآن ما نشفش للت والكونترير يزون بردو ان جران جامال ناسيب أنا جيت باش نمدل هل بتقولي أن بسكرة هي لي خسرت اتحاد بسكرة هو لي خسرت ما هو شعب لأن الأنصار الآن رم في حالة صدقني يوجد صندوق في الشارع لأن بسكرة عندها ناس أذكية عندها ناس في مستوى بسكرة الآن خسرت جامال ناسيب وخسرت وجامال ناسيب لأنني حتى يوم فيفري لما تكلمتنا قلت لهم رح نرجع في فيفري خطرة كين كذلك بالنسبة لل 16 فيفري تنتهي العهداء العهداء الأولمبية تنتهي ورح يعودوا انتخاباته قلت لهم رح نرجع أنا من منبر هذا نقول بسكرة انتهت أنا بالنسبة لي اليوم خطرة علاها ما عارفوش يختارون حتى ولكنت مطالب أخرى يدعمك والله يتكون حتى مطالب من الوالد تعي كان والد تعي هزلي التليفون يقول لي جمال أرجع إلى مدينة بسكرة وخذ الفريق هنقول له لا احترامي لكل بسكرة لما البسكرة يفهموا بي أنا جيت بس نقدم ما نش باش ندي من اليوزبي أنا قدمت للتحال جمال ناسيبه وغيظك الحال أنا غيظني الحال من أنها ما كانت كينة شفافية شفافية في الوحمة لأن نفس الناس اللي رمي يسيروا في اتحاد بسكرة لأن الاتحاد بسكرة الآن عاد كلي ناس رمي يسيروا فيها لأغراض تحم المنصب ذو كان عندي منصب في ذاك نستعمل النفوذ ذو كان نستعمل باش من يجوزش جمال ناسيب وعملوا كل شي باش جمال ناسيب من يجوز وهذه خسارة موشة للناس هذين الأنانيين خسارة على اتحاد بسكرة والأنصار مساكن اللي يوم ما خردين أيمن ضحى بماله وضحى برزقه وضحى بعيلته ويوم ما الوالد تعو توفى وما قدرش حتى يحذر الجنازة تعو وهذا يخلينا أنا نقول من منصبة من مكان هذا أنا كنت باش ناخذ الرئاسة ونرجع ونرجع الاعتبار لأيمن خردين وحبيت نديره كرأي شرافي لأن أيمن خردين بعدي وبعد أي إنسان أنا قلت له لن يكون عنده تمثال في بسكرة لأن أيمن خردين الوحيد الذي صنع أمجاد بسكرة اتحاد بسكرة وخلها في القسم الأول ومن بعدها مسكين مشاكل طحت عليه وواحد بسكري ومن هالمنصب هذا ما نقولش بسكرة كل من قلائل 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 من البسكرة اللي سندوا أيمن خردين أبارلي سيبورتير الأنصار المساكن اللي يبكاوا على أيمن خردين ومزالوا يبكاوا على أيمن خردين جميل يعني عكس الأنصار مثلا شوف بالنسبة المسؤولين أنا بالنسبة المسؤولين لما نتكلم عن المسؤول هو مسؤول والي وليد بسكرة ولا رئيس بلدي بسكرة هذن الناس كنقولون ما يقدرون شي دخلوا فيه أنا أحصرها في الواقع الرياضي فقط سيد نسي نعم نحنا بسكرة الوالي وليد بسكرة موفر كل شي لاتحاد بسكرة ورئيس بلدي بسكرة كذلك موفر كل شي وهذن مشكورين بس حكين تعفن في الجمعية لين بيرسون ذوك كتشوفت منذ قرون منذ خمسة سبعة أحدعة سنة نفس الأسماء احنا قلنا لهم أتركونا نعمل أعطونا فرصة رح نعطوكم اتحاد بسكرة اذاك سوي بروغرام نجزوا منه نقدرون وش هو برنامجك قبل الانتخابات أنا كان برنامجي هو أول شي الشفافية على أي شفافية تتحدث على شفافية إدارة هيكلة إدارة الشفافية الآن كل الأسماء وكل الشخصيات سواء رياضية أو حتى سياسية في الجزائر تقول لك أنا نحوص الشفافية بس حنا حوص الشفافية في شي لما ما عندناش إدارة في اتحاد بسكرة ما كانش إدارة كاين واحد أمين أمين العام الوحيد ربما نشمو فيه فيها الريحة الشفافية يعمل في إدارة إدارة أنا تمنيت هذا الشاب هذا الشاب الشاب فارس شفت شميت فيه بلي يقدر يديل من الإدارة إدارة لأن الشيء بالنسبة اللي شفته ما بين شهرين وأنا في مدينة بسكرة نازل وطالع ونوجده في الجمعية هذا ونوجده في الانتخابات هذه حسيت بلي أن الجمعية ما عندناش إدارة ما عندناش حتى مكتب ما عندناش حتى فاكس ما عندناش حتى إيميل الإدارة لازم تكون محتوطة من تحت باش نبني بنبني إدارة إذن من المنطقي أنه الذي فاز بالرئاسة حاليا اللي هو ساعو قال بأنه في تصريح أولي بعد انتخابه قال الآن أنا لن ألعب على الصعود يعني منطقي في ظل كل هذه الفوضى ترى أنه تصريحه منطقي بلي ما يلعبش على الصعود التي تحت بسكرا خلف موجة من الغضب في بسكرا هكذا قيل لي شوف 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 أخويا حاكم دقا كل واحد كل واحد أنا أخويا إبراهيم نحترمه كل احترام أول شي ما عندناش علاقة مع الرياضة ستدري إنه لا يوجد فوتبول ما عندناش علاقة سير فريق كي كان شريكا مانات جاغ كي كان مانات جاغ وجو بونس حسب كي تروح كي تروح لصندوق نحن تمنينا صندوق راح للبلاد للبلاد رام الأنصار والناس محبين إتحاد بسكرا رام يبكيوا حابين يشوفوا الشفافية في الفريق حابين يشوفوا الفريق في المستوى الثاني من نرجع هذا أنا ما يشيش نجب الأسماء نفس نفس اللي خضاء الفريق واللي ترأس الآن فريق في يوم ما استقال ونزل الفريق اللي رانا فيه الآن تقصد ساعه أنا نعم نعم أنا ما نذكرش أسماء نعم ونفس الإدارة نفس الإدارة نفس الإدارة اللي حبتت الفريق والآن هم رام يسيروا عليهم يخط نحا بس عليهم ما تنحاش نفس الناس نفس نفس الاسماء نفس الاسماء اللي رايز سير ولي سيبورتر لسيبورتر بسكري ماتنان هتعندو ثقافة رياضية عديفة من الفوتبول قالوهم يا ناس ادخلوا لدياركم ريحوا شوي كين شباب روجاي حطوها الشباب فريق عين فكرون كلهم شباب طلعوا الفريق تحم حتى المستوى العالي كين ولا مكانش أخويا حكيم نعم في رق كبيرة ما عندهاش ما عندهاش وش عنده اتحاد بسكرة وإلى بسكرة راي منطقة صناعية ولا تحتاج إلى سيد جمال نسيب خليني نروح لك نقطة أخرى في ظل كل هذا الحديث عن الانتخابات وترأس اتحاد بسكرة يقولوا في الجنوب أنه النوادي في النوادي اللي حب يكون رئيس واللي يبحث على على رئاسة ناديمة هو الاستغلال الرياضة لجوانب سياسية حب ربما يطلع برلماني والكثير من الأسماء في الجنوب يتحتوا على هذا الشيء يعني اللي حب يكون في السياسة وفي البرلمان في العاصمة يروح رئاسة أي نادي كرة قدم وفريق يكون ربما كبير مثل التحاد بسكرة والله شوف هل كانت غايتك؟ أنا غايت لا أنا غايت يحبي للفريق لأنني لعبت في الاتحاد بسكرة وما نحتاج أي شيء مني سياسي أنا استثماري أنا نحب الخير للبلاد أنا جيت باش نزيد شيء للاتحاد بسكرة وكل الفروع ونعطي نعطي لهم أكسيجان نعودون أن نشوفوا الأجوات على الفريق إحنا كحكيم كي الناس يستعملوها لأغراص سياسوية وسياسية أنا من بديت أنا في الرياضة حكمت رائد القبة خدمت في شباب بالكوغ وخدمت في الاتحاد بسكرة أنا جام يحوز باش نكون باستبوليتيك أنا الحمد لله أنا ضد السياسة أنا يا عمليك فيني والحمد لله أنا حتى عمليم يخلنيش باش نحكم الفريق بس صح لما لحوا علي أنصار وناس اللي حبوا الفريق جيت وعطيتهم مليد تاعي لأنني لقيت الشيء اللي استجابي أنك تهبط البسكرة تقول لهم جمال يقول لك جمال هو الرجل المناسب لاتحاد بسكرة ورانا في البراطو اليوم ورانا يقول لك أنا أعطيتهم على الصعود الفريق كورت القدم نحن لعب على الصعود وعطيتها وعطيتها حتى في البرنامج تاعي وبالمناسبة كذلك أشكر فريق كورت السلة اللي لعب على الممتاز نعم حقق الممتاز وعدنا الفروع الأخرى اللي الناس متكلمش عليهم لكي ينفروع أخرى سيناسيب براية مدهورة نقول لك كورت اليد نقول لك السباحة نقول لك الكثير من الأمور شوف عندنا كورت السلة كورت اليد كورت الطائرة السباحة كانت في برنامج جكسيناسيب أيوة أيوة عندي شوف أنا البرنامج تاعي هذا حكيم أنا نقدم الناس أنا البرنامج تاعي اللي قدمته فيه 19 نقطة بند أنا قدمت برنامج هل خونا لإخذاء الرئاسة وديت 40% أنني نجحت عليك قلت لك أنني 18 نقطة اديتها في الصندوق ونقول الحمد لله نجحت لكن الخيانة خيانة 80 من الناس في الجمعية الداخل خانوني وخانوا البلاد كامل لأنني لما دخلت هنا دخلت على أساس جاي إنقاذ الفريق من المشاكل اللي رأي تخبط فيها ونقول لك أخو يا حكيم أن بسكرة تتوفر على هياك الرياضية ولاية ما عندها في رقف المستوى الوطني الأول والله ما عنده مش عندنا احنا ولكن أليس هذا غريبا سي جمال ناسيب ولاية بسكرة ليس لها مشكل تمويل وعندها الكثير من المال ولكن في نقطة أخرى بسكرة ما عدناش نسمعه على فريق تحت بسكرة سمحني على هذه النقطة لأنه الآن يلعب الفريق في القسم الثاني الهاوي وبالتالي ما عدناش نسمعه فريق تحت بسكرة كما كان زمان نقطة ما عندهاش الآن غير متوازنة كفتين غير متوازنة المال وكل شيء الامكانيات ومن الجهة تحت بسكرة يلعب في الأسفل غير منطقي أخويا حكيم فضل كان إنسان اسمه خردين أيمن مشكور نعم على هذا أنا قلتك لازم يكون عنده نديروه تمثال في ولية بسكرة في بلدي نديروه تمثال بالمناسبة خردين أيمن اللي كان في فترته تحت بسكرة كان يلعب في في القسم الأول وأيضا حتى كان بعد رحيله من بسكرة كان مطلوبا أيضا في الكثير من النوادي اللي رأزتها حتى في الموديات الجزائر يعني حتى تذكر لأن أيمن أول فريق اللي طلع القسم الأول بطريقته ما نقول لك ما غلطش في تسييرتاه ما نقول أنه طلع الفريق القسم الأول وعانى المعاناة والآن رأوا يعاني وملقاش ولد البلاد بسكرة فيهم مشكل واحد ما يحبوش ولد البلاد بسكرة ما يحبوش إنسان خدام دركة جمال ناسيب جاي رح يعقلهم واحد النوافذ واحد النوافذ رح تغلق ولما نقول رح النوافذ رح تغلق الرأي العام يعرفها وشيه النوافذ رح تغلق جمال ما يكوسه ما يكولاسش جمال ما يديش يجيبه جمال شفاف أنا طلبت حتى من رئيس البلاد يجلس معه قلت له في حين أنا أخذ الرئاسة نطالبك بطل تعطيني موقع ونحط شاشة كبيرة في وسط المدينة وين أي بسكرة أي واحد يقدر يشوف المناصر يقدر يشوف ماذا يجرى في مستوى الفريق كيف يا عار الفروع كلهم لا باكوش عدنا فروع يا أخو يا حاكيم التينيس 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 لأن نفس الناس اللي رام الآن يسيروا في الفريق على بل يصرفوا أموال طائلة صرفوا أموال طائلة والفريق يلعب في الهوية البضي يقول أنه بيزانيات وصلت حتى ست ملايير وصلت أكثر أنا عندي تقارير أنا جبت حتى تقارير أنا ما جيتش بسكرة كاك أنا لما أخذي قرار باش نأخذ اتحاد بسكرة روحت جبت الأرشيف تاعي وجبت حتى التدوين من 2012 2013 2011 شفت الحصيلة وصرفوا مال صرفوا مال كثير 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 والفريق في مكانه لماذا؟ لأنه لم يكن إدارة لم يكن واحد يقولهم يا ناس في وجه ربي في وجه ربي خلونا عام أو عام ينريح ودخلوا لدياركم راكم مفشلتوا شوف نفس الفريق هنتفهم نفس الفريق تنحع ليحوحو راح ديميشيونة كوبي كولي والنفس اللي كيب اللي بقيت شوف هتا نرمال هذي يا حاكم لما يستقيل لما يستقيل علي حوحو لما يستقيل الناس كل تستقيل أنا لما أستقيل وعندي المكتب بتاعي كلهم يستقيل واحد ما يبقى الرئيس يقدر يكون عنده اللي كيبتاعه ويبدأ يخدم على الباز تاعه ويشوف النظرية تاعه والنقاط ولا المشروع تاعه جسدوا فيه اتحاد بسكرة أنا نقول حاكم أن المناصر البسكري روي بكي دموع اليوم البارح يعيطوا لي ألف مكالمة أنا كان عندي برنامج كنت حبيت ندير الفريق تاعي كورت القدم أنا نتكلم على كورت القدم نعم البرنامج تاعي كان باش نلعب على الصعود بدنا نوجدوله نقوله حطي التقنيين وكل يوم يشموا حتى دفتر تسجيلات أنا شفاف وأنا يا بروفيشونال في الميدان تاعي أخذينا جبنا ديزان ترينير ولت لكن لا يكفي أحيانا دفتر تسجيلات لتسجيل لتسجيل عديد من الأمور سيد جمال نسيب لأنه على أرض الواقع ربما تختلف أنا الآن سمحني على هذه الكلمة لما نروح لأي مستشفى خليني نخرج لك ربما في رياضة نخرج لك الوزارات نروح لأي مستوصفات تلقى هذاك رجس أمامك يقول لك اكتب ما تشاء والله يتكتب الكثير يبقى نفس الوضع على سنوات لا نحن لا نشك نحن نقول لك الوقع هذا سجل كي بدنا نشتغل كي بدون في السجل نحن نخطرنا تكنيسيين سوبريور ديوسبوغ ولتلبلاب وحطناهم كمانا ديار النسيين جوار ديليج بيسكرا وقلنا لهم اشتغلوا جبنا حتى ناس كانوا يشتغلوا في السعودية من السيو عقبي كانوا يشتغلوا في السعودية بابي حاجوري سنننسيين جوار حيلا بناصر سننسيين جوار سننسيين كذلك سميهوا والعب على ورقة السعود وكوّن ياسر ناس نخذوا بقزولة نوردين بريباراتور فيزيك لاندي ميور جبنا جبنا الناس الناس لكرام نقولوا جبنا الكرام تاولات بيسكرا حطيناهم باش ينظمونا البيت تا فرع كورك قادم جمال نسيب أستسمحك على المقاطعة خليني نروح الفاصل بعد الفاصل أستكمل معك ربما باقي برنامجك والحديث عن الكثير من الأمور عن اتحاد بيسكرا وأيضا الرياضة في الجنوب وكرة القدم وأمور أخرى تخص كرة القدم الجزائرية مشاهدي الأفاضل أذهب إلى فاصل بعد الفاصل نستكمل باقي هذه الحلقة من هجوم معاكس مع جمال نسيب رئيس الاتحاد بيسكرا سابقا اللاعب السابق وأيضا رئيس رئيس القبة سابقا ابقوا معنا مساء الخير المجدد المشاهدين ألا فاضلا أنتم في حلقة هجوم معاكس مع جمال نسيب رئيس الاتحاد بيسكرا سابقا ورائد القبة وأيضا أحد المسيرين في شباب بلوزداد سابقا جمال نسيب أجدد بك توقفته في الجزء الأول عند مشروعك ربما لتحقيق الصعود والكثير من الأسماء اللي قلت أنه هما العجينة أو اللبنة كما سميتها أنتايا تعبسكرال لقيادة هذا الفريق هل يكفي برنامج وصفتون تابثاري لتطبيقه على فريق اتحاد بسكرال اللي يعيش في فترة صعبة لهو في مستنقع سمحني على الكلمة مستنقع الأزمة تنقض من هذه الفترة إلى فترة أخرى تلعب على الصعود بأسماء ربما تقول متغيرة ولكن أيضا بواقع مر بالنسبة على الأقل في اتحاد بسكرال هل يكفي هذا الأمر؟ شوف هنا ما جئي الاتحاد بسكرال ينقاذ الرياضة بكاملها وبالأخص فرع كرة القدم احنا خممنا باش جبنا لك خام لتكنيسيا ولد البلاد باش نعرف الحقيقة تحاد بسكرال والحمد لله تقنعت بأنني بلا كرام كما درت نهار في 2005 و2006 لما جبت شيخ شراضي وانتوري توافل تكنيسيا ولد البلاد ونجحنا نقول نجحت أنا ودرت تربص والحمد لله رب العالمين وبعد جبت محمود قندوز من مارتيق بالمناسبة جبت محمود قندوز من مارتيق اللي كان في فترة فاجأت الكثير أنا جبت محمود قندوز لكن لما الفريق طلع للقسم الأول كنت نخدم مع سي الحاج العموري وفي هذا العام ما خلوناش ولد البلاد يخدموا ما خلونيش نخدم أنا خليت الفريق في المرتبة الثامنة رحت لبليدة ربحت بليدة أنزيرو وروحناه ثم بدولي المشاكل كي خرجت واستقلت من من اتحاد بسكرة في لالي طاح الفريق في لالي نزلنا بالشامبيناة ما كبنش في لالي الفريق نزل أنا نقول بأن ولد البلاد لازم يفهموا حقائق لما ندعمنا الوحيد اللي كان يتشاور مع لقرانز انترينير ان 2005 جرامني شرادي ودرت معا ودرت معا في العاصمة وجوناس خلطونا باش ما تنجحش جرامني محمود قندوز كذلك واجبتوا من مارتيك وكم بيسعر كم من والحمد الله ونشكروا على التكوين اللي دارونا كنخلونا نرى نلاباس علينا أنا نقول بلي أن أنا برنامج تعي أنا كنت نلعب على الصعود جاي باش نلعب على الصعود وهي إنقاذ الفريق من هذه المهزلة قيل أنه سمحني على ذا المقطع لأنه مدام تحدثت على الصعود قيل أنه حتى ذات لك مشكلة وكأنه بين قوسين تشويه صمعة على ذا اللاعبين اللي حبيت تجيبهم قيل أنه كنت حاب تجيب بين قائمة 45 لاعب البعض تتصل بهذك اللاعبين وقالوا بلي جمال ناسيب لن يكون رئيسا هذه حقيقة وراني ما نيش رئيسا نونك الكلام اللي كانوا يهضروا حقيقة تصلوا بهم حنا يدرنا دي ماناتجار عدنا ونقول تك عبد خليت الأستاذ عقبي المدرب اللي يدرته في الكوميتي اللي خليتوا يتصل باللاعبين ودرنا حصلنا على 45 لاعب ويقدروا يتصلوا بهم كامل الناس هادم واتصلنا بهم واتصلوا بهم قالوا تصلوا بهم غربة من منسميش اسمها غربة من بيسكلا وقالوا لهم نسيب ما ويش رحي يحك جمال ما ويش رحي يحكم لابريسيدونز لليش بيسكلا غير ما تحوروش معاه راني جيين أصبروبرت راني احنا لي راني جيين ولا دونك احنا هادم الناس أنا نقول لهم بللي لكم خسرتوا بيسكلا خسرتوا اتحاد بيسكلا أنا نقول حاجة أنا جاي مانيش طالب شي من اتحاد بيسكلا أنا متأسف ويصرالي في اتحاد بيسكلا أنا جيت بنية خالصة بنية خالصة لي إعطاء الاتحاد بيسكلا ونخرجوا وشروز وجينا باش نكونوا احنا حتى الفروع الأخرى صدقني حتى أنا الآن أنا خارج النات وعطيت وعطيت الفروع عطيت الفروع اللي سندتني ولا بالي منهم مشكونا نتكلم عليهم قلت لهم أنا مستعد باش ناخذكم في الصيف هذا وتكلمت عليهم لأن هادم الناس آمنت وش رميها وآمنوا وش حبيت ندير الفروع اللي ما مشوش معايا الأخرين أنا أقول لهم أراكم ذريت واتحاد بيسكلا لأن عقليتكم مالت لأشياء أخرى اللي خلت اتحاد بيسكرا وأنصار اتحاد بيسكرا وما صير اتحاد بيسكرا وش رانا نعانيه الآن ونقول أنا مالش ضد الرئيس الجديد أنا بعت له تهني أو هنيته في شفافية كما أنا نقول لهم هذه أمانة هذه أمانة يا ناس ولكن في فيفرية حتكون انتخابات بعد انتهاء الفترة الأولمبية كما سمتها يمكن أن تتغير المعطيات رأسا على عقب ويكون جمال ناسيبا على رأس النادي لو يلقى دعم السلطات ودعم كل الناس يضغطوا لي أنا نقول لك أنا أشكر يعني في النهاية كل شخص يميل للعاطفة أحيانا شوف أنا نقول لك أنا ولد بيسكرا أنا العبد في اتحاد بيسكرا أنا لما الواجب الواجب البسكري أنا كنت نشتغل في مكاني وما نش نفكر باش نجي باش ناخذ اتحاد بيسكرا التصلوا بي يا محبين وأنصار اللي حبوا الفريق نريدوك يا جمال تخرجنا من الأزمة هذه خليت أشغالي وجيت بنية خالصة أنا كنت موجود في مصر أنا يقول كنت موجود رحت للمصر في إطار الاستثمار العربي والآخر خليت كل شي وجيت للمصحاتي على الفريق وأنا ما ليش خسران أنا ربحان أنا ربحت أنا ربحت شعبية ربحت أنني ناس عرفوا جمال ناسيب بس هنقول لك حاكم هنقول شي لازم يعلموا الشارع البسكري الفريق راح يبقى في مشاكله ما يخرش من مشاكله لماذا؟ لأن لازم لما استقال علي حوحو لازم المجموعة كل تستقل لازم الفريق كل يستقل تقول لي في فريق احنا جينا نوجده جينا نبريباريه باش نخدمه نسنى حتى في فريق باش نبدأ شامبينة سيما نطلع في الدميل دي زويت ولا الدميل دي سات المناصرة ويطالب بيسعود الفريق يا ناس ما يجيش قل لي ما نصعدش أنا يا ولا ما عنديش إمكانيات الفريق عنده إمكانيات العام الماضي الخزينة الدولة دعمت الفريق أكثر من سبعة ملاير كيف هذا فريق؟ كم ميزانية كنت سترصدها لو لو نصبت على رأس الاتحاد بالسكرة؟ شوف لأن البعض يصفك بأنك حداد بالسكرة صح؟ لا أمانيش حداد بالسكرة أنا جئت بذكاء عندي برنامج ذكي قادر نعاون الفريق هذه واحدة وبذكاء وبعملي وبالسپنسور اللي جايبهم أنا عندي ناس عندي كما يقولون ناس محبين الفريق عدنا برنامج حبينا نجزدوه على الواقع وين حبيت نخلي الفروع وكلهم تدير لبريباراشن توحى في وقت واحد وعندهم الحق يديرو تربوسات دو بريباراشن تعال الصائفة وتعال الشتوية ما عدناش عدنا باسكت نورمال مو أول حاجة اللي نديروها وتأسفت وتأسفت حقهم يديرو لها السع يستقبلوا أحسن الاستقبال ويديرو لها هيبة ويشجعوهم ويعطوهم ديكاظو ويقيموهم ويبدو يوجدو فيهم هذا اللي دل الممتاز هذا فريق فريق كورة السلة الآن معلبلهم حتى ما قدرهم ما قيموهم ما قيموهم حتى بحبها أنا نقول حاجة الرياضة رايما ريضة في في ولاية بسكرة ولا أقصد بها والي ولاية بسكرة ورى الرئيس لأنه موفرين كل شي ستقوني لما ذهبت إلى رئيس إلى رئيس بلدي بسكرة والله العلي عظيم هذه لازم أنا أهذرها من الآن نتكلمها لأنني حبيت كين أمور لازم لي نعطيها تكلمت له قلت له أنا أختراك بديتني نوجد في برنامج زورة الوالي ولاية بسكرة زورة رئيس بلدي بسكرة وتكلمت معهم قلت له في حالة تعالى الشوحي والله الاثنين الاثنين كما والي ولاية بسكرة كما رئيس بلدي بسكرة قالوا لي البيبان مفتوحين لك جمال احنا بالصح ما نقدرش ندخلوش كين في الصندوق جي مرحبا بك هذا شي خلاني بلا ما يمدلي فلوس وانا قلت له ما نحتاج فلوس على الدولة ما نحتاج الفريق ما يحتاج الفريق يا أخوي يا حكيم منطقة صيناعية فريق بسكرة برق وحده ولاية بسكرة برق منطقة صيناعية واستثمارية وفلاحية تقدر تمون كم من فريق في الجزائر كم من فريق بس صح الذهنيات الذهنيات ما عندهم لكن صحب أنك تتغير ذهنيات في ظل في ظل ما تتحدث عنه على مشكلة في الذهنيات على الأقل في الكثير من المناطق في الجزائر أو خليني نقول لك أنه في الجزائر صحب جدا تغير الذهنيات وفق ما تتحدث عن برنامج يبدو أنه وكأنه في الحلم تتحدث عن برنامج لا يتناسب عن ذهنيات ليتحدث عليها حكيم أنا نحلم أنا يا برنامج نجاحي هو حلم أنا نقول لك هذا المشروع 19 نقطة نجسد منها 40% راني ناجح والتكوين أنا في البرنامج اشتعي واش طلبت يا حكيم أعطيك بعض النقاط هو التركيز على إعادة الهيكرة الإداري للنادي اللعب على الصعود بالنسبة لفلعق القدم كدرجة أولى انتداب محاسب محامي موثق للنادي توحيد المصاريف لكل فروع مساعدة الفروع على تحسين ظروف عملها البحث عن موارد مالية خارج عن نطاق الاعتمادات ممنوعات من طرف الدولة جميل جدا ما تتحدث على هذه النقاط ولكن على أرض الواقع يبدو الأمر صعبا ما هو صعب لأنني أنا إنسان جسوي اللي نعمل وش ندير أنا على بالي وش راح ندير أنا توصلت حتى باش ندخل واحدة الثقافة هي ثقافة تكوينية وثقافية بالنسبة للمناصر خممت له حتى في الصيف في الصائفة ناخذ المناصر تاعي كما ناخذ الفريق تاعي نديه في تربس المناصر نديه في مخيم صيفي وحتى هو نكونه والله جمال والله العالية العظيم هذا هو البرنامج تاعي تبدو غريبة لأنه هذه أولا مرة في الجزائر تحطوا أنه يدير تكوين المناصرين تقين كوين المناصر تاعي لأنني المناصر تاعي لقم 12 وين كم تاخد 10 ألف مناصر ناخد أنا في شهر أوت ندير كل عشر أيام عندي 250 مناصر على عشر أيام عشر أيام أحسب قدع عندي المناصر ونجيب ونجيب ويفهموها مش معنها المناصر هذا هو البرنامج تاعي اللي حبيتني جسده في وليد بسكرا باش المناصر يلعب دور باش يشجعني لأنني بدون مناصر ما نقدار على بالك هذه الظاهرة لو هذا الأمر اللي تحدثت عليها يبدو أنه فيه الكثير من من الأمر الإيجابي ولكن لو يتحقق راح تكون ولا مرة حدثت في الجزائر صدقني يا حكيم كان أشياء جاي بها أنا جيت بنية خالصة أنا شيء اللي غاضني في اتحاد بسكرا وشي هو حاجة اللي ضرتني هي الخيانة كانت خيانة عظمى كانت خيانة عظمى والله غير خسروا جمال ناسيب أقسموا بالله العلي العظيم غير أنا لما سمعوا بي باللي خصائي مانيش في اتحاد بسكرا ثلاثة فرق التسلوبية المدية رايد القبة وشرقها ثلاثة فرق صدقني يا حكيم يمكن أنت برنامجك تضعو أو تخليه في نادي آخر نعم أنا مانيش مبدل برنامجتعي أنا إنسان نحلم ونعرف وش راح ننجسد أنا مانيش سياسي أنا عملي أنا أحب الرياضة أنا أحب أن نخلق من فريق الله الفرق الكبيرة ما مش نجحين يعني كنت تتمنى أن تكون هذه الأمور اللي حبيت تتحققها تتحقق في المنطقة اللي انتائب لها بسكرا ولكن في ظل يعني المشاكل في ظل ما سميته خيانة تنقل التجربة هذه لنادي آخر خليني نقول لك ربما في الرياضة في الجنوب خليني باش نخرج ربما من هذا المحور وندخل محور آخر تركيز في فريق بسكرا يحتمد على مدينة بسكرا فقط وكأنه فيها جهوية لأنه ظواحي سيدي خالد سيدي عقبة ولا جلال القنطرة مثلا يقول لك ما عندهمش ما عندهمش مكان في بسكرا كيف مكان ما فهمتش ما كانش مكان يعني الاهتمام في بسكرا يكون إلا على اللعبين اللي في المنطقة بسكرا فقط دون الظواحي اللي تابع البسكرا شوف أنا هذا ما قيل يوما من أيام نحكي لك مثلا كين حراس قينا في بوشا قرون هذه بوشا قرون نحظة طولقة نعم من سيدي عقبة قينا لعبين أحسن لعبين جميل 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 من لطايا جميل من القنطرة جميل من وجلال احنا احنا التكوين تعنا هو اللي يخلينا نستبدو احنا عندنا في رق في رق تلعف في وجلال تلعف في سيدي عقبة تلعف في طولقة وعندهم أماكن احنا انا الهدف تعي شوف حاكم ما كان حتى واحد اللي يقول لك من النواحي من النواحي تعويلات بسكرة ملقوش انتكنيسيان وجابوها جميل جميل لماذا في الجنوب بشكل عام التمثيل يقتصر الآن على شبيبة الصورة فقط مع زرواطي أو ربما مع نوادي أخرى مثلا المخادمة وكأنه في الجنوب الآن ما زال متأخر كثير بالنسبة للنوادي مشاكل كثيرة بالنسبة المخادمة الآن تلعب على سقوط في مباراة فاصلة شايفة الصورة نفس الشيعة على الأقل تنشط في القسم الممتاز في المحترف الأول ما عدناش نشوفوا كل من نوادي هذه اتحاد بسكرة ونوادي أخرى برزت لماذا في الجنوب ماذا يحدث في منطقة الجنوب سيجن النسيب شوف والله يوم ما لما صعد الفريق اتحاد بسكرة في 2005 وزارنا رئيس الحكومة الأسبق السيد أحمد ويحيه ومشكورا على زيارته لبسكرة ولي الفريق وانا ذاك وانا ذاك أنا كنت موجود في وانا ذاك لبالك سلمنا شيك من 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 الحكومة بربعمائة مليون أنا لاني شفي عليه وقال كلمة جميلة وسمعتها سمعتها مني حمزيت نتذكرها ونشكره بالمناسبة هذه وكذاك بالمناسبة هذه نزكيه ونقول له مبروك عليك لرجوع إلى مني السياسي جمال لسينا ركتنا في الحملة لا مني نجد في حملة نقول له مشكور لأننا إنسان راجل 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 للجزائر ممتاز مني نجد في حملة وما نسحق حتى مني نكون سياسي راجل نتكلم على الرجال لما يكون ناجح واحد نقول له رك ناجح ماني رندي ماني فلان ماني حماس ماني أي شي أنا الحزب بتاعي هو جمال هو مسعود كلمة أحمد ويحيا في ولاية بسكرة لماذا زار اتحاد بسكرة في 2005 قال الحمد لله الآن اتحاد بسكرة كي طلع الناسيوناليون هذا ونعات عندنا شامبونة ناسيونال سمعات فريق من الصحراء أول فريق اللي يستعد جميل سعد أنا نقول لك علاش مهم شال في رقفة الصحراء من المشاكل اللي راني شوفوا فيها الجمعويات هذه الجمعيات اللي تشت تنشط تنشط ما هيش تعطي ما هيش ممشي مدو كيف هالدولة تصرف ملايير على الفرق وما هيش باينة عليها وين هي الملايير أين الخلل لم تجيبني على سؤال جميل ياسيب الخلل الخلل لازم طبيب مختص لاتحاد بسكرة لازم أنا طبيب مختص وأنا نطالب أنا نطالب بتحقيقات هل تقول لي أنه الكثير من المسؤولي في رياضة في بسكرة مرضى يعني حبي تقول لي لا ما نقول لش مرضى أنا نقول طبيب مختص يعني علىها نقول المريض يتطلب طبيب لن تطلب طبيب إذن نكفيه مرضى لأنه كيف عيب وعار نصرف على الفريق سبعة ثمانية ملاير وما يبين والو حكيم كيف هذي تشوفها نرمال حكيمة كيف هذي أنا نطالب شي تحقيقات فقط نطلب من وزار الشبيب والرياضة ندير تحقيقات يا سيدي أنا بقاو كيف هذي زانية كنت رح ترصدها أنا للصعود ولكل فروعة من خلال حديثك يقول أنه ترصد ما ترصد لا والله ما نرصد شي شوف قانوني دخلت بيها هنا بالبرنامج تعيي والصعود فريقة والله لا أتعدى ستين مليون دينار جزائري نعم لا أتعدى ستين مليون دينار جزائري لا أتعدى لكل فروعة أنا نقول لكل فروعة لا أتعدى لأنني البرنامج تعيي موجود جراسي ولكن الآن تحت بسكرة بست ملاير كل عام ستة ملاير سبعة ثمانية أنا يقول لك يا حكيم لازم ترجع الوقائع أتحدهم أتحدهم يقولوا لك من ميزانية الدولة أخذينا غير زيوز ملاير ولا مليار أتحدهم يا سيد الفريق مسكين خليني نروح الموضوع آخر الآن إزي تفضلك تحدثنا عن الكثير من الأمور تحت بسكرة والرياضة في الجنوب كرة القدم في الجنوب لماذا لم تتطور كثيرا وعرف التراجعه كبير رحل مرحلة أخرى أنت ترأست رائد القبة أتذكر ربما في ربعة وتسعين خمسة وتسعين كانت مرحلة صعبة مرحلة صعبة كانت مرحلة صعبة في ألفين وسبعة ألفين وثمانية كنت مسير في شباب الوزاد إلا أن تخلني الذاكرة وتحصلنا أن ذاك على كأس الجمهورية لي الأشبال هكذا كأس خمسة وتسعين تحصلت مع شعيب هو محمد شعيب هو مشكور لأنني لما تجربة تأخذيتها في رائد القبة وبمناسبة هذه كذلك أتذكر أخي وحبيبي وصديقي والرحم عليه هو محمد طالبي أرحم الطالبي اللي تعلمت منه أنا في القبة تعلمت كورة القادمة رغم أنه كان مين معارض لك باش يجي القبة غريبا لا موسمك كان معارض كان حتى هو يعملني في الكولسة ربدي رحمه وسع له مين كان محب لي وأنا نحب ونحب عائلته ونحب أهل القبة كله جميل جدا اذكروا موتاكم بالخير مليح خليني رائد القبة الآن أنت ندية القبة شراقة يبدو أن قلبك يميلي القبة شوف والله عندي اليوم اليوم التسلوبية كذلك ومنشيش حاب ندخل في تفوهات وفي باش نزكي نفسي لا أنا منش لا أزكي كما يقول على الله منزكيش نفسي أنا نخلي العمل الآن شمعت القبة أرام بالاتصال يومي منهار لا تبني عليه آسة رائد القبة والله يقولون خلوني أجمعا نفكر نخلوني نفكر وربما القرار راح يتخذ وضع القبة من وضع بسكرة لأن القبة مدرسة بسكرة مدرسة رائد القبة يعرف الآن أيضا في شلف تحقيق الصعود على الأقل للقسم الثاني اللي حقه نادي أطليتيك بارادو الوضع صعب مختلف في نادي يبحث على استعادة الأمجاد كيف انت تقدر ترجعه والله القبة نجحت في حاجة فيه لأنه قبلك من يملك ربما المال ويملك رابراب لم ينجح في رائد القبة أحيانا المال لا ينجح في كرة شوف أنا لما نجيت القبة لما نجيت القبة في 94-96 نجحت في أشياء كثيرة هيكلت الفريق ورجعت ولد الفريق كلهم وبدأناها من تحت من لكل فوتبول خلناها ما يسحقوا له وهيكلنا الفريق ودرنا منه فريق قوي واخذينا المدربين ناس اللي خدموا كما سفصافي عبدالعزيز كما نذكر شعيب بل اسمه عبدالعزيز سفصافي دربني يعني كما عبدالعزيز سفصافي كان يخدم معنا كما شعيب محمد مذكور ونشكره كذلك كما كان كما من اسمه محمد قاسي سعيد قاسي سعيد كما كما عميروش كان حاكم لكل فوتبول فريق القبة أنا بالمناسبة هذه نشكره كل نشكر نشكر علها نشكره لأنني عندي دي بون سوفينير فيه عندي أنني أخذيت أول مرة في تاريخي وبدأت نخدم أخذيت كأس الجزائر كادي مع محمد شعيد لو ترأسه احتراب على الصعود مع رايد القبة والله نلعب إن شاء الله مع الصعود وبالبرنامج تعي فقط نطلب من شي هاتسة تطبق النسخة اللي عندك في رايد القبة ملبسك رايد القبة أيوة أيوة وفي القبة أحسن في القبة رح تكون لي رح تكون لي أسهل على لأنه عندهم ذهنيات ما عنداش ذهنيات في بسكرة في بسكرة مساكن المناصرين محبين لفريقهم حبين بأي طريقة لازمهم ينجحوا في بسكرة أما كين عيصاء ما نقولش نقول شي نقول ناس رب يسامحها أنا نقول رب يسامحها ما حبوش يعطوا الخير ما حبوش يخلوا الفريق يصعد لو نسألك سؤال ربما قبل دقيقتين من نهاية هذه الحلقة التي كانت فيها الكثير من الأمور والكثير من الحديث عن واقع الرياضة الجزائرية لو نقول لك الآن وش تصنف واقع الرياضة على الأقل في الأقسام ليست المحترفة من كيف تصنفها الواقع شوف في الواقع أنا تجربة تجرباتي بالنسبة للجمعيات أنا نقول من الجمعية وبعد نعود بروفيشيوني المناسبة في القناة الجديدة بالنسبة للرياضة أو في الجمعيات في الجمعيات هذا مقالون جديد بالصحران نشوف كين تناقض صدقني كين تناقض أول حاجة أن الشركات كلها خسرنا نشوف كين تناقض صح قانون واضح الشركات كلها نشوف كين تناقض إذا حبتت تقول لنا أن كل الشركات الرياضية في الجزائر نلغيوها وخلاص نلغيو كين تناقض نشوف كين تناقض نشوف كين تناقض ونجي طالع ما عليش نبقى ثلاثة سنين وأنا في الريجونال نبقى ربع سنين وأنا في الهاوي نبقى خمسة سنين وأنا في الولائي بس نحن نبدأ نخدم حتى نصل المستوى العالي ما نجيش مناصر هو ما نسمعش للشارع عندي إدارة تحكم فيها وبعد نشوفه مستوى أنا نتفرج أنا نتفرج في ريال دو مادريد نتفرج في البرسولونا نتفرج في الفلاق الكبيرة أين هم أين هم أنا نقول لك المناصر المناصر لازم تكوين بالمناسبة خليني في دقيقة أخرى المنتخب الوطني غدا أسر طبعا اليوم الجمعة غدا سيكون موعد مع مباراة مباراة في التصفيات يعني أولى مباراة أمامه منتخب السيش بيو سبعة وثمانين في ترتيب الترتيب العالمي مواجهة سيغيب عنها إبراهيمي وفغوا لي كيف ترى أنت والله الفريق الوطني أرى فيه تحسن الفوباك غريبة مع كريسون جوروكيف يقولون أن الفريق المنتخب تراجع مقارنة بالمونديار السيبر ما ننسوش أن الفريق لما تكون مدرب وجي مدرب واحد أخر يا أخو يا حكيم المعطيات تتبدل ولما نبازي وبرك على برك اللي زي انترنسيونو وستدرن بازي وبرك على الأجانب المغتربين المغتربين اخترعنا حتى مثلا مثل جاب وكين أولاد مثلا مثلا كما الحارس وفاق ستيف طبائلية نما ما هو في المنزل أول واحد هو اللي يكون اخترع لها وفاق ستيف تحصل على كؤوس وتحصل على شامبينات درجيري تبدو مناصر الوثاق ستيف أنا مناصر لكورة القدم أنا مناصر أنا مناصر لكورة القدم صدقني يا حكيم أنا حبي لكل فرق الوطنية جمال نسيب هل يمكن أن تنقل إيجابياتك ونجاحاتك المهنية على الأقل من الجانب السياحي أنت معروف في نجاح كبير من الجانب السياحي لكورة القدم الجزائرية يمكن أن تنقل والله عندي برنامج على كم ناحية تسيير أيوة عندي برنامج في التكوين على المشاريع تعمل مجمع نسيب سياحة رح نخلو الفرق الوطنية معدوش يروحوا الخارج ويصرفوا أموالهم كثيرة بخارج الوطن رح نخلوهم يتركوها في الجزائر ويعدنا مناطق للتكوين ورح يكون عمل إيجابي إن شاء الله جميل جدا جمال نسيب رئيس الاتحاد بسكرة سابقا ورئيس رئيس القبة أيضا وعضو مسير في شباب الوزداد وحد الأسماء البارزة أيضا في رئيسات الجزائرية كنت سعيدا بتوجدك معك يا أخي تشكر حكيم شكرا أنا حبيت ندابك للأنصار الاتحاد بسكرة نقول لهم شكرا شكرا لمساندتكم لي في الاتحاد بسكرة وكذلك مشكورين وما تفشلوش أنا نقول لهم ما تفشلوش لأن ما صير الاتحاد بسكرة إن شاء الله مهما يكون مجهول بس يوم من ما رح ينتجحون شكرا لك سيد جمال نسيب شكرا موصول لكم أنتم مشاهدي الأفاضل عبدالقادر مهض حتى أذكر اسمه عبدالقادر والي وأيضا أيوب واليوم كان معي مخرج أسعدني كثيرا مصطفى بعلم الله شكرا لكم سلام عليكم ورحمة الله إلى اللقاء